بثينا اليوم تنورنا مرة ثانية وأقوى تحية لها بثينا في المطبخ تتألق دائما ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله والله شكلها شكلها مع الأيام كده الطبخ أو مطبخ بثينا ايش رأيك حلو مطبخ بثينا ما شاء الله تبارك الله يعطيها العافية والدتها كمان مجتهدة جزاء الله خير وتحضر لنالشغلات وهي اللي ترسل الله يرفع قدرك وبيض الله وجهك الله يقرعينك بالصلاح أبنائك كل حاجة ما شاء الله تقبل عند والدتها صح لنا اي 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 اشوه يلا اشكر امك انا شكرتها يلا اشكر ايها اي شكرا يلا اشبع تعملين اليوم اليوم راح اصوي لكم ناظري هنا ها شوفين ايو هنا اليوم راح اطبخ لكم قوالب البيض بالجبن المقادير عندنا بيض بيضتان وجبن مقطع وزيتون حيلا وتزعته وفلفل وملح حيلا المكونات هادي ممكن نجيبها لا لو قلناها مرة تاني عادي يعني لو ميلناه كدها ممكن يدخلوا عليه شباب تمام ااااااااا يعني هاا ممكن يدخل عليه هين او هنا او هين او هection جمعه ده البيض ولا الجملة أدينيها؟ هذه الجملة تمام؟ مقطعة صغيرة ولا لا؟ ايه الزيتون مقطعة ايش؟ صغيرة حتى شرايح صح؟ والبهارات وشي؟ مبهارات فلفل وملح ايوه وزعتر وعندنا عجين ايوه عجين البف باستري رقاق بف؟ باستري ايه ايوه الرقائق البف باستري انا عاد في اللغة حريف ده ملعبي اتفضلي الطريقة اول شي نجيب البيض اه افتحين حالو طبعا ما شاء الله علينا ما تساعدنا اه رح نجيب صحم فاضي ونكب في البيض حالو بعدين نجيب الجبن ونكبه اه نجيب جربي شوي ليشير 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 عالطرف ايوه اول حطينا البيض يا بوثينا امم بعدين حطينا البيض طبعا البيض يعتبر من البروتين ايوه وهو مفيد لنمو الجسم لا لا لامم لا لا لامم لم خبثين يا جمال مطبخ بوثينك بعدين نكب الزيتون طبعا الزيتون قطع شريح يكون اه بعدين نحرك سويا حركة شويا حركة شار اللي في الوعاء الان وشو؟ بيض بيض وزيتون وجبن حلو هذا الثلاث اللي في البداية بعدين نحرك أصلا اي امان بعدين نجيب الزعتر نكبة الله ونحرك نحرك يلا حركة حركة إليان إلا ما تحط بعدين نجيب الفلفل والملح والملح والله عليك يا بوثينا ونكبة ونحرك بعدين بعدين نحركها بعدين نجيب العجين تحالي كيدا شوية ليان ايوه خليها تاخذ راحتها شوية ايوه ايوه ايش تبغي هنا ونجيب القطاعة امه خليها دي عندك القطاعة هذي طبعا هذي القطاعة حادة ننتبه شماس شجعنا ما شاء الله عليها ممكن تحكي ابشري ابشري طبعا بوثينا انا ليش قلت بالله الشك اننا بنثبت مطبخ بوثينا لان ما شاء الله قالت لنا فوائد الاشياء اللي كانت تحطها بالاضافة انها نبهتنا ان القطاعة تماما خطيرة 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 مفروض ما نستخدمها لحالنا مفروض يكون معنا احد كبير فهذا من الاشياء اللي فيها امان عليكم يا بناتي اللي قاعدين تتابعونا تفضلي بوثينا طبعا نجيب العجين هذا امه نحطها هنا عشان ما ترمع صح اي حلو طبعا هذه انا دهنتها بالبيت احط فيها الحين على طول احط العجين مدهونة بايش يا بوثينا زيت اي طبعا يعني هذه الصينية لو ما دهنتها عادي لان هذه فيها مادة ما تخلي العجين يلسق فيها قالي جيب الاشياء كده يمين شوي عشان الكاميرا اللي فوق تجيبها تمام الله عليك ايوه مرة ثانية مدهونة بزيت زيت ليش دهناها عشان ما يصق العجين اي ومو مهم يعني تدهنينها لان فيها هذه مادة مهم ما تخلي العجين يلسق حلو إذا ما دهنتي عادي يعني حلو 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 إذا تبيني عاونك أنا جاهز عشان أتعلم أيضا لا انت تحرك إلى متى خلاص تقريبا خلاص كده تكون الحشوة اللي راح نحطها جاهزة حلو بعدين نقطع مهم صغد ممكن أنا قطع وأنت تحطينها نيان نيان أنا كمان بلبس عشان أشارك في الموضوع يلا أنت ليان تولي مهمة وضع الرقائق طبعا هذا العجين الباقي لا ترمونا تقدرون تعجنونا وبعدين تفردونا بعض الناس يرمونا في الزبالة ما ينفع حلو يلا كملوا بعدين نجيب العجينة أنا ودي ألبس هذه بس مجيت على مقاشي يا بوثينا هذه صغيرة نيدي كبيرة يلا أنت قطعوا الليان ايش تحطها أيو يلا يلا نحطيها يلا اللي بعدو اللي بعدو طبعا ونستمر نفس الحركة اللي صوناها نقطع بدل نحطها وطبعا إذا صوناها لازم نصويها كده عشان ما تطيحي الحشوة من الجوانب يثبتها بشكل جيد على الأطراف عشان ما تطيح وطبعا بقول لكم شيء أنواع الطبخ الكثيرة منها الطبخ بالفرن الطبخ بالفرن يعني مثل طبختنا اليوم بالفرن نوع الثاني الطبخ بالفرن الطبخ بالفرن طبخ بالفرن طبخ بالفرن الطبخ بالفرن مثل شوية اللحم والطبخ بالبخار مثل طبخ كوب الذرة ما شاء الله كمان في معلومات حلوة عن أبو ثينا ربي يحفظك ما شاء الله عليك والله ممثال جدا هذا كلام اللي بلاش طيب ما رأيك بما أننا نكملنا الصف الأول نحط الحشوة عشان الوقت طيب نحط الحشوة شوفوا كيف سنتحطها للحشوة طيب أنت تقطع وأنا بحطها للحشوة أبشر أبشري ما طلبت شيء ما طلبت شيء بسم الله ها يالله طبعا ونحاول أن كل واحدة نحط فيها زيتونة وجبنة والحشوة هذا البيض شكرا يا رغاد شكرا شكرا طبعا هذه اللي هنا نحاول ما يجيها وإذا جاها نمسحها طيب طبعا نظر حلو 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 طيب جاء بدعم كبير من والدتها الله يحفظها ويطولها بعمرها مو فقط تبين كيف الطبخة لا أولا المقادير جاية بشكل حلو ومرتب ثانيا عطتنا فوائد بعض الأشياء اللي محضرتها ثالثا حتى الأمان اللي في المطبخ تكلمت عنه رابعا ثقفتنا أكثر عن إيش؟ عن أنواع الطبخ صارت تقطع بدالك أيو أنا أتكلم وتتقطع بدالك ولا أشكر لي أنا اللي تعبت معنا يعني وقطعت بدالي يعني وأنا قاعد أتكلم طبعا نحن عشان الطبخة هادي تاخد وقت في الفرن ولا لا فنحن إيش؟ جهزنا عينة عشان إذا دخلنا بالفرن نعن نتيجة اللي بتكون عشان الوقت طيب بوثينا الفرن هذا ينفع أي أحد يتعامل معه؟ لا اي انتبهوا طبعا نلبس واقي إذا جئنا نحط بالفرن أيوه عشان الحرارة نلبس هذه حق الطبخ حالو شوفوا ما قالت قالت ما ينفع ليس وحدة تتحمس لحين شافت بوثينا مبدعة ما شاء الله تتحمس وتروح ضغط ضغط وتروح للفرن ثم تقول والله علموني برنامج بنات لااا انتبهوا انا وليك أصلا معه اي انتبهوا طيب أنا أخذ هذه نحطها في الفرن ونوريهم العينة ماذا رأيك؟ نأخذ هذه نحطها في الفرن الحين؟ نعم، نتخلصنا يلا، عشان العينة كم باج عشان ما بقي وقت؟ خلاص، بلا يقلنا بطريقة تقايد؟ و عندنا ساحب كمان؟ بسرعة بسرعة طيب، عندنا يا جماعة الساحب تمام، الساحب اللي هنشوفه بعد شوي هيفوز عندنا اسم واحد فيه تمام؟ كل يوم و هنقول مبارك له جهزونا بالله الساحب يا جماعة طبعاً الجائزة عبارة عن مئة ريال في وقف الروضة وقف الروضة طبعاً الوقف هذا موجود وين؟ في مكة المكرمة تمام؟ فاللي هيربح معنا هنقدم عنا سهم بقيمة مئة ريال والوقف هذا يعني بتعليم الجاليات بالإضافة للدعوة للإسلام ممكن، ممكن، ممكن تخيلوا، ممكن مثلاً فازت مريم مريم قالت والله أبي السهم هذا الأمي أبيه الأبوي، أبيه لي، أنا وأمي وأبوي براحتك، نحن في النهاية نقدم لك السهم وأنت ممكن تهديه لأي أحد أنا كنت أتكلم الحالي أنا وليان وبثينا فاجأة ما شاء الله الدنيا كلها ما شاء الله ما شاء الله جابكم ملكل، ها؟ جابكم ملكل، تمام؟ وين جوالي عشان النتيجة؟ أه، أه، أه. طب خللو نتعرف على اللي خللو نتعرف على اللي فازت للسهم يلا الأسماء هذي اللي تتقلب كده في الهواء تتقلب، تتقلب، تمام؟ تمام تتقلب، يلا قلبوها قلبوها، قلبوها شوف،إذا قلنا واحد، اثنين ثلاثة، قولوا وقف، تمام؟ أوكيه، يلا واحد، اثنين، ثلاثة، وزوف نوف طاهر اللي قاله نوف 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 تمزح تمزح مبارك مبارك لنوف طاهر اللي السهم في وقص الروضة خلمتها شوية يا بنات ليلى هل الله شفيهم وقتل أكل محد محد يعمل كنترول على حق بنات يلا عشان نفر بثينا أين الصينية الجاهزة سوى نبقي لنا واحدة مدخرة فيهم يا الله ماشي يابوها ما شاء الله ما شاء الله عليهم خلوا بثينا الحالة توري الناس بثينا ورينا الجاهزة طبعا أمها الله يحفظها غلفتها وضبطت الأمور ورينا إياها كده يا جماعة أجيبوها كده أي كاميرا بس يبغوا تدلوا وأنتم علمونا كده تمام؟ أم لا أجيبها كاميرا ثانية؟ طبعا كده النتيجة وإذا بغتوها مع كتشوب يعني يتنفع حلو إضافات كده كده طوي اللي بغاها حارة شوية يحط في الفل حاسب الرغبة لا حاسب الرغبة هي كده لكن هي يددكم البقادير الأساسية لهذا الطبق الجميل وكده بتكون النتيجة حلو إن شاء الله تعجبكم الطبخة إن شاء الله تصوونها إن شاء الله هي الطبخة هذه كلها على بعضها؟ هذه قوالب البيض بالجبل قوالب البيض بالجبل والله شكلت جنن يا جماعة ميليها دقيقة هذه قبل الله ميليها أي كاميرا بس علمونا أيوة كده تمام أيوة هذه قابل وهذه بعد حلوين طيب إعلان النتيجة يا جماعة توكلنا على الله النتيجة النهائية للمقطعين اللي شفناهم المقطع الأول مقطع العنود رغد ريمة والمقطع الثاني حنين ووليد نقول مبارك ليه؟ أنني أبكي من الفرح أنني أبكي من الفرح ليه كده يا جماعة أنا كل شوية بطع دجيب أغراض خلو وليد يلا خلو وليد يلا رغد عنود ريمة مية وستة وربعين حنين ووليد مية وستة وسبعين الله 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 الطلب هو نبغى في الحلقة القادمة نبغى حاجة نبغى فشار تجيبوه من البيت شغل البيت شغل البيت شغل البيت لا أنا في زيادة ملح شغل البيت الزيادة ملح طيب وأنا فشار بالجون وهي بالشوكولاتة شغل البيت وبالكريمة باللهي شوكولاتة شغل البيت شغل شغل مع بعض نقول إلي اللقاء واحد ناذر هذا يا اللقاء شغل عشنا الزهورة الملقاء والمؤمن علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع شكرا